مسجد النور من أقدم المساجد بمدينة غليزان كان فيما مضى ككنيسة في الحقبة الاستعمارية وحول بعد الاستقلال لمسجد تكفلت إحدى الهائلات بمدينة غليزان بترميمه يتربع على مساحة 5710 وأسس ككنيسة في سنة 1857 عندما دخل المستعمار الغاشم إلى هذه البلدة الطيبة 1984 الخيرين من أبناء هذه البلدة أقترحوا أن يكون مسجد وليتكفل بالترميمه هو العائلة طاهر بخلوة حيث طاهر بخلوة هو العائلة التي أكمل تكلف بالترميمات الداخلية والخارجية حتى يغيروا شكل الكنيسة من كنيسة إلى مسجد أضافه الله إليه قال في بيوت أذن الله وأن المساجد لله لأن الأرض لله ولكن في التشريف قال وأن المساجد لله أضافها إلى صفة الجلال وهو الله المسجد لا زال إلى يومنا هذا منبر لحفظ كتاب الله وتدريسه للطلبة والنسوة وكين أقسام أقسام لتحفيظ القرآن للصبيان وكين أقسام لمحو الأمية وكين أقسام خاصة بحلقات العلم للطلبة يدرسون فيها المهتون العلمية على حسب المنهج للمساجد ليبقى مسجد النور أحد المعالم التاريخية والدينية الذي استعادت به مدينة غريزان الهوية الإسلامية التي سلبت منها خلال الحقبة الاستعمارية ترجمة نانسي قنقر